موسيقى وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث أكد وفد التفاوض الأوكراني الموافقة على وضع الحياة المطروح من قبل روسيا بشرط وجود ضمانات أمنية وأضاف الوبد الأوكراني أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة حيث لم يتم توقيع على أي اتفاقيات مع روسيا حتى الآن فما أشار إلى أن نقل المحادثات من بلا روسيا يعد نجاحا كبيرا لفتا إلى أن المحادثات مع روسيا لا تناقش وضع منطقة القرن أنه يجب أولا أن يكون لك استقرار أن يكون هناك أمن وأن يعم السلام أولا في أدورة بعد ذلك يمكننا أن نفكر في هذا الاستفتاء إذا كل الأطراف وفقت على ذلك فحينها يمكننا أن نوقف هذا الحرب وننهي هذا الحرب ونعود إلى الاستفتاء من جانبه صرح كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدنسكي بأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كانت تبناء وأضاف ميدنسكي عقب انتهاء المحادثات أنه من الممكن عقد لقاء بين بوتين وسيلينسكي في حال التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا داعيا كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس بالنسبة للمفاوضات اليوم هذه المفاوضات كانت بناءة وقد تحدثنا عن وتوفقنا عن الاتفاقات التي تحدث عنها رئيسي الدولة من خلال مصادقة الاتفاقية بالإضافة إلى النظر في بعض التفاصيل السياسية مع وجود شرط العمل السريع على هذه الاتفاقية وإيجاد الحلول الوسط إذن هي جولة جديدة من المفاوضات عقدت بين موسكو وكييف في محاولة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كانت روسيا وأوكرانيا قد عقدت عدة جولات سابقة برعاية بلاروسيا وأخرى افتراضية لكنها لم تصفر عن أي نتائد ملموسة من شأنها إنهاء الأزمة وعودة الاستقرار إلى المنطقة جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وحل القضايا الخلافية بين الجانبين إضافة إلى بحث الوضع الإنساني المتدهور القيادة الأوكرانية حددت عددا من النقاط للتفاوض بشأنها مع الجانب الروسي أبرزها مطالب موسكو بحياد كييف والضمانات الأمنية بالإضافة إلى التخلي عن الأسلحة النووية فيما تطالب روسيا كييف بالتخلي عن حلف شمال الأطلنطية والاعتراف بالمناطق الانفصالية شرق البلاد كمناطق مستقلة وأيضا الاعتراف بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبة أوضح أن الهدف الأدنى من المحادثات الجديدة هو حل المشكلات الإنسانية والأقصى هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار مشددا على أن السيادة الكاملة على جميع الأراضي الأوكرانية ليست محلا للتفاوض في المقابل أعرب وزير الخارجية الروسية سيرجي لافراف عن أمله في أن تتوج الجولة الجديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية بنجاح يتمثل في المقام الأول بإنهاء أزمة المدنيين في دومباس المستمرة منذ ثمانية أعوام الجولات السابقة من المفاوضات بين موسكو وكييف انتهت دون إحراز أي تقدم يذكر ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية تتعالى الدعوات الدولية بضرورة إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا والتوصل إلى حال سياسي لإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على العالم أجمع قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي إن الهجوم الروسي على ماريوفل يشكل جريمة ضد الإنسانية وأشار زيلنسكي خلال كلمته أمام برلمان دنمارك إلى أن القوات الروسية ما زالت تحاصل نحو 100 ألف شخص في ماريوفل مشددا على أنه يتعين على أوروبا تشديد العقوبات على روسيا بما في ذلك منع التجارة ووقف شراء النفط وإغلاق المواني أمام السفن الروسية أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجيش شويجو إتمام المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس مضيفا أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا قدم الناتو خطط إمداد ودفاعات جوية لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت الليلة الماضية 68 منشأة عسكرية وثلاث طائرات وقاعدة وقود أوكرانيا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن إجمالية ما تم تدميره حتى الآن منذ بدء العملية العسكرية يبلغ نحو 123 طائرة و74 مروحية و311 طائرة بدون طيار و1738 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى بالإضافة إلى تدمير 181 قاذفة صواريخ متعددة و726 قطعة مدفعية ميدانية وهون و1592 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إمانويل مكروس يتحدث هاتفيا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول العملية العسكرية في أوكرانيا وأضاف الإليزي أن الاتصال سوف يتناول عملية إجلاء إنسانية في مدينة ماريوبل الأوكرانية المحاصرة ومن غانبه أعلن رئيس الفرنسي أنه يريد أن يناقش مع نظيره الروسي تأمين العملية الإنسانية في ماريوبل مشيرا إلى أن الهدف هو إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة يزور مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي أوكرانيا اليوم لمناقشة سلامة المنشآت النووية في البلاد وأمنها وقالت الوكالة الدولية في بيان إن العملية العسكرية الروسية تشكل خطرا غير مسبوك على المحطات وغيرها من المواقع في البلاد مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مواصلة عملها بشكل آمن وتقليل أخطار وقوع حوادث أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد عشرة دبلوماسيين من دول البلطيق في رد مماثل على خطوات تلك الدول ضد موسكو وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه تم تقديم احتجاج شديد لرؤساء البعثات الدبلوماسية بشأن التصرفات الاستفزازية غير المبررة المتمثلة في طرد موظفين في السفارات الروسية في دول البلطيق موضحة أنه تم الإعلان عن إلغاء اعتماد أربعة موظفين في سفارة لتوانيا وثلاثة في سفارة لاتفيا وثلاثة موظفين في سفارة إسطونيا ومكتب بيسكوف لكونسولية العامة الإسطونية في مدينة بوتروسبرغ مطالبة الدبلوماسيين المعنيين بمغادرة أراضي روسيا خلال نفس المهلة التي منحت للدبلوماسيين الروس لمغادرة الدول البلطيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استقبال مليونين وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الهبوم العسكري الروسي وذكر راديو بولندا أن أمس الاثنين شهدنا دخول واحد وعشرين ألف لاجئ من الحدود الأوكرانية مقابل سبعة وعشرين ألفا يوم الأحد مشيرا إلى أن معظم اللاجئين الفرين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد كما يوجد بينهم عدد من مواطن دول أسيوية وأفريقية أكد وزير الاقتصاد والتجارة الياباني كويشي هاجيودا أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة الدول السبع لتطبيق عقوبات صارمة ضد روسيا وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية رسمية بأن مجلس الوزراء قام بمراجعة مرسوم لتطبيق الحظر بداية من الخامس من إبريل المقبل والذي سيغطي المجوهرات والأعمال الفنية كما وافقت الحكومة اليابانية على حظر تصدير السيارات الفاخرة ومودة أخرى إلى روسيا في ضوء تكثيفات العقوبة الاقتصادية ضد موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا أعلنت شركات جاز بروم الروسية مواصلة إمداد الغاز الروسي لأوروبا من خلال الأراضي الأوكرانية كما هو معتاد وقال المتحدث باسم الشركة أن جاز بروم مدت أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا كالمعتاد بالتزامن مع طلبات المستهلكين بنحو 109 ملايين و 500 ألف متر مكعب وذلك حتى اليوم قدرت الحكومة الأوكرانية الخسائر الاقتصادية التي سببتها العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا بأكثر من 560 مليار دولار وأوضحت الحكومة الأوكرانية أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البناء التحتية التي تدمر جزئيا أو بالكامل بالإضافة إلى العشرات من محطات القطارات والمطارات والتي تبلغ قيمتها 108 مليارات ونصف المليار يورو أكثر من 560 مليار دولار خسائر اقتصادية قدرتها الحكومة الأوكرانية بسبب العمليات العسكرية الروسية في البلاد وذلك حسب ما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية وزيرة الاقتصاد لفتت إلى أن الخسائر هي الأكبر على مستوى البناء التحتية حيث تدمر جزئيا أو بالكامل نحو 8000 كم بالإضافة إلى عشرات محطات القطارات والمطارات بقيمة تصل إلى 180 مليارات و500 مليون يورو وتطرقت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إلى دمار 10 مليون متر مربع من المساحات السكانية بالإضافة إلى 200 ألف سيارة خلال أربعة أسابيع ونصف وقدرت الوزيرة الأوكرانية تراجع النتج المحلي الإجمالي بـ 102 مليار يورو في العام 2022 أي انكماش أكثر من 55% من الاقتصاد بالنسبة للعام 2021 هذا وقد تنخفض موازنة الدولة الأوكرانية بـ 43 مليار و800 مليون دولار أي بتراجع بنحو 90% عن الموازنة السنوية التي كانت متوقعة لأوكرانيا وحذرت وزيرة الاقتصاد من ارتفاع وتزايد نسبة الخسائر يوما بعد يوم مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قائلة أن كييف ستطالب بتعويض مالي سواء من خلال قرارات قضائية أو عبر تحويل مباشر للأسور الروسية المجمدة حاليا في كييف إلى أوكرانيا